اشتركوا في القناة انفسنا وسيئات اعمالنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا احصي ثناء ان عليك انت كما اثنيت على نفسك واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وادى الامانة ونفح الامة وكشف الله في الغمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يجير عنها الا هالك اللهم صلي على محمد وعلى ان محمد وعلى ذريته واهل بيته الطيبين الطاهرين كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وذلك يا رجال الله ارسيكم ونفسي المخطئة بتقوى الله واحثكم على طاعته اعلموا ان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلموا ان شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجي والد عن ولده ولا مولود هو جاج عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أعلموا ان شرحوا اعلموا ان شرحوا لقم فالك عَلَيْهِمْ سَلَّمْ His household, his companions and all of his followers till the end of time My dear respected brothers and sisters Fear Allah, be God conscious Allah has warned you in the Quran by saying, O people, fear Allah and be prepared for a day when no parent would suffice for their children, nor a child would suffice for their parents Do know that the promise of Allah is the truth and beware to be fooled by the worldly matters the worldly affairs and beware to be fooled by the shaytan My dear respected brothers and sisters One of the أحبتي في الله إن من دعاء وابتهالي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن الكلمات الطيبة الطاهرة التي خرجت من فيه الشريف صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام المسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من جملة ما يستفتح فيه بالصلاة قوله صلى الله عليه وسلم لبيت اللهم وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك وفي هذا التلام الطاهر المبارك عبرة عظيمة أن الله سبحانه وتعالى لا يفضر منه إلا الخير ولا يكون منه الشر والشر ليس إليك وهذا ما مثل له ربنا سبحانه وتعالى في سورة الكهف التي أوصى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقراءتها فقال من قرأ سورة الكهف كل يوم جمعة أضاء له نور ما بين الجمعتين وإن لهذا الفضل العظيم والنور الذي ينجله الله سبحانه وتعالى على قلوب عباده الصالحين إنما له شأن وسبب وذلك أن من في سورة الكهف من العبر والعظات ما يجدد إيمان الإنسان ويربطه بخالقه سبحانه وتعالى ومن أجل هذه المعالم والعبر هو ما يفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَذَيْكُ وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكُ One of the most significant and prominent supplications of the Prophet عليه الصلاة والسلام does not belong to you and this is an important message from our beloved Prophet Muhammad عليه الصلاة والسلام explaining the attributes and the traits of Allah سبحانه وتعالى that all the actions that Allah allows in this universe is only a reflection of his perfection and the good he has over wounds or bestows over his servants and nothing that he does سبحانه وتعالى can be described as evil or bad to his creation this concept is manifested in the Surah of Qurf which is the Prophet عليه الصلاة والسلام has encouraged us to read every Friday and said whoever recites it every Friday then Allah will lighten the entire week for him between each Friday between the two Fridays and understanding the reason of why Allah would lighten the hearts illuminate the hearts of those who recite the Qurf is very important that because Surah Al-Qurf contains so many lessons and rules and its stories and one of the most important attributes or concepts that would revive our faith, renew it and brings us back to Allah سبحانه وتعالى is this very same concept that Allah has only the attributes of goodness and the vice and evil do not belong to him ففي سورة القوف أحبة في الله وقص الله سبحانه وتعالى علينا قصة سيدنا موسى ولقائه بالخبر بمعلمه الذي علمنا الله سبحانه وتعالى كيف أن نبيا من أنبياء الله والذي والذي شاء الله والذي شاء الله له أن يكون من أولي العزم وشاء الله له أن يكون كليما لله سبحانه وتعالى عندما اجتمع بالخبر أراه الله سبحانه وتعالى من عجائب الأحداث ما يكون ظاهرها شر وما يكون ظاهرها يذهب بالغطول ويفطنها لشدة ما فيها من آلام ومصاعب فبريد منه سبحانه وتعالى وقص علينا كيف أن الخضر أحدث في السفينة خرق حتى إذا وكب في السفينة خرقها منها سير عجب سيدنا موسى فلنكن ذلك كافيا حتى أن قتل شابا قال قد جئت شيئا مكرا فاشتدر تير سيدنا موسى عليه ثم ذهب إلى بلدة إلى قرية فأنتر عليه عدم طلب الأجر على ما أحسن فيها من شنيان بإقامة الجدار فكان ذلك الفراق وبعد ذلك دير النهو سبحانه وتعالى أن ما من أمر قد حصل مما يثير دهشة وعجب الإنسان إلا وله شكمة في قدر الله سبحانه وتعالى علمها من علمها وجهيها من جهيها ولكن نظر الإنسان الضيق هو الذي يصور للإنسان أنه شر وأنها فتنة إنما هي التمال المطلق الذي يحدثه الله سبحانه وتعالى قدرا في هذا الكون فيه سيء ويبدر أمور الكون والإنسان سبحانه وتعالى تحالى 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 موسى أمور one of the most prominent messengers of Al-Azm one of those that Allah has called in Qaheel Allah the one that Allah has spoken to directly and yet when he met with the teacher he had some issues understanding what's happening when he met with Al-Khubar first he created a hole in the ship and being a benevolent person Musa denied that why would you such a thing but Al-Khubar was minham he was instructed by Allah subhanahu wa ta'ala to do so for a reason and that this was not enough till he killed our own person and that's when Musa alayhi salam was so furious and asked him how would you such a thing but Al-Khubar was confident it was the right thing to do and later on when they visited a town and he repaired and mended a wall and if he used to take the wages for repairing it was the separation and the end of the journey between Musa and Al-Khubar alayhi salam all these happenings all these incidents to a normal person are questionable raise some doubts and skepticism why would this happen and how could you justify doing things but in the marriage of Allah subhanahu wa ta'ala in his ultimate divine wisdom it was the right thing and this is what Allah subhanahu wa ta'ala allowed Al-Khubar to explain to Musa over to teach us this story is not something we recite and enjoy as a story a real story or something unusual that happened it is a story that Allah allowed us to recite every Friday so we can understand that everything he does or allows to happen in this cosmos is only for a reason and only reflects his divine and infinite wisdom subhanahu wa ta'ala and this is a reminder that even if you don't fathom it even if you don't comprehend it there is something else that you do not understand and therefore only does what Allah subhanahu wa ta'ala beynet on the france of khabar al-shikam 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 alt get ayya atthim include al-ah Sadash faqale ayna la fafine kaan wa'arhaka malika wa'ala malika al-sikam wa'ala 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 bowa'a muna amina ayuri yurhik a'ma kuya wa'ala wa'ala كان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا فبير الله سبحانه وتعالى أن ما من أمر يحدث في هذا الكون إلا ومن عبرة قد تخفى حتى على أولي الألباب خفية على سيدنا موسى عليه السلام ولم يكشفها الله سبحانه وتعالى لكل الخلق وافتفى الخضر منهم وعلمه ما شاء وعلمناه من ودن علما هذا بقدر الله سبحانه وتعالى وإرادته فإذا كان الأمر كذلك فلماذا يحدث الله سبحانه وتعالى ولماذا أراد الله سبحانه وتعالى لما قد يكون ظاهره شرا أن يحدث في هذا الكون لماذا يصار الإنسان بالأسقام والأمراض والأوجاع ويبتلى بعض الناس بالفقر ويبتلى بعضهم بالنكبات ويبتلى بعضهم بالعداوات والحروب وإذا ما شاء الله من كل هذه الابتلاءات التي لا تنقضي لماذا كان هذا الأمر وكيف يفهم المؤمن أن كل ما قدره الله سبحانه وتعالى إنما هو خير وأن الشر لا لعوه الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى So if this is the case if there is anything or everything that happens in this life or in this world is a reflection of the attributes of perfection to Allah سبحانه وتعالى and everything entails something good in it in the essence of these events how do you understand the tribulations that afflict the human beings pains, sufferings, diseases wars, hunger animosities and you name it how do you understand that as believers who believe in the perfection of Allah سبحانه وتعالى إن من أول ما ينبغي العبد المؤمن أن يستحضره في ذهنه حقيقة هذا الكون وأن الله سبحانه وتعالى قد أخبرك أن هذه الحياة ليست صفوا سليمة عن الأكبار والبلاء إنما خلق الله سبحانه وتعالى الحياة لذلك وخلقت لذلك وإنما تعتقده من صفائها عن ذلك إنما هو وهم منك ينبغي أن تتبرأ منه وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى منه وللشعر في ذلك قوم قال جبلت على كذر وأنت تريدها خفوا من الأقدار والأكبار ومقلب الأيوان ضد طبائها كمقلب في الماء جذوة ناري ومقلب في الماء جذوة ناري ومقلب في الماء جذوة ناري المترجم للقيمة this is how Allah designed it you're gonna live and you're gonna have adversities and tribulations one after another and no matter what you do and no matter how righteous you are you cannot be even close to a prophet of the prophets of Allah let alone our beloved prophet Muhammad who has been afflicted with every single aspect of adversities he left outside he was given out of his hometown he left his wife he went a few words every single thing he can imagine the prophet alayhi sallam took enough share of it so Allah shows you that if I did not save my most beloved person of the entire of the entire creation you're not gonna be saved why because this is what life is all about so 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 and so 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 كذلك فإن الله سبحانه وتعالى ما جعلها كذلك إلا لأنه يريدك أن تتعلق بالأكمل ويريدك أن تتعلق وتتوق إلى الحياة المسلع ألا هي حياة الجنة وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان فلو ساق الله سبحانه وتعالى هذه الحياة وجعلها سليمة عن كل مكروه مليئة بالهناء مليئة بالسرور لم أحب الإنسان أن يغادرها لكنه جعل فيها من ألوان العذاب ما يتأثف منه الإنسان ويحن شوقا إلى ربه سبحانه وتعالى ويشتاق إلى الجنة التي وعدها الله المتقين من عداده وهذا ما يجب أن يكون مستحضرا في ذهن كل إنسان كل يوم وكل جمعة ستبرك أن الله سبحانه وتعالى جعل الخلق كذلك وإنما حياتك ما يستقبلك وليس ما تعيشه الآن فإن كان ذلك تعلقت بالله سبحانه وتعالى وتقطع إلى لقائه وإلى الجنة التي أعدى لعباده الصالحين وليس ما تعيشه الآن وليس ما تعيشه الآن ما تعيشه الآن أن الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى And that's why Allah subhanahu wa ta'ala Did not want you to be attached to it And your heart full of it And he wants you to look forward And be To aspire for something bigger And something more perfect And something eternal That is meeting Allah subhanahu wa ta'ala And living in the jannah That is what Allah subhanahu wa ta'ala did So this way You would become even tired of knowing this life And your bigger goal is always The life that is perfect The life that is full of peace That is the promise of Allah subhanahu wa ta'ala That for those who believe in Allah And become perseverant Then Allah will send him the angels That what is awaiting here is that paradise So fear not And be not sad That's what Allah subhanahu wa ta'ala wants you to leave To keep in mind ومن ذلك فإن الله subhanahu wa ta'ala حتى أنه لم يجعل السرور والمتعة في الحياة إلا ليذيق بعضا مما أعد لك في الجنة فتتأمله وتشتاق إلى ما هو أبقى ولا الآخرة خير وأبقى وجعل أصلات العذاب في الدنيا حتى تستعيد من عذاب النار وتذرك أن الله subhanahu wa ta'ala هو العزيز القخار يذيقك من هذا ويذيقك من هذا فنك الخوار بأن تختار ما يحلو لك فلذلك أبقى مع أن الله سبحانه شعير طالما إلى أيضا أم Hay些 something that's everlasting and at the same time All the adversities That you're going through in this life So you can seek refuge from Allah With Allah subhanahu wa ta'ala from So you can go through it in the day of judgment Because it is going to be more horrifying And that is the concept That is the servitude that you have to live Through during this life Always keeping a bigger goal It is Allah subhanahu wa ta'ala It is our life that is only a preparation For the eternal life And it is the jannah that Allah subhanahu wa ta'ala Would allow you to have in full peace Without any pain, without any suffering I ask Allah subhanahu wa ta'ala To make us among those Who listen to the advice and follow That is to be said, I will say this And I will say that 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 Allah subhanahu wa ta'ala from Allah اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد كما تحب أن يصلى عليه أحدثي في الله مبيكم محمد صلى الله عليه وسلم دول لكم أيضاً أن الله سبحانه وتعالى ما يزال بعبده المؤمنين ينجد البلاء به في جسده وماله وأهله حقيقة لنفكاك عنها ثم قال لكم فمن ربي فله الرضا ومن سخط فله الشرط هكذا تعاش الحياة رباً عن الله سبحانه وتعالى ورباً بقدره وإقراراً بربوديته سبحانه وتعالى وإقراراً بعبوديتنا له وخبوع رقابنا إليه واستسلامنا لعظمته سبحانه وتعالى فإن من اعتقد بالله رباً مقدراً ومالكاً ومشرفاً ومدبراً لهذا التون فإن الله سبحانه وتعالى يجعل كل قدره له خيف أما إن كان من الإنسان الاعتراب والمرياض بالله والشك في قدر الله سبحانه وتعالى فإن ذلك الذي يجعل الله له أقداره صحطاً عليه وسبباً لبأسه في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولذلك كان من قول نبينا صلى الله عليه وسلم من رضي بالله تعالى رباً وبالإسلام دينا وبمحمد نبياً لم يكن له ثواب إلا الجنة من رضي بالله رباً رباً يعني مدبراً خالقاً مصرفاً لأحوال العباد أن تدرك أن ما يثل في هذا الكون لا يكون إلا بخلق الله وخلق كل شيء فقدره تقديراً ولا يكون إلا على سمعه وبصره وبعلمه سبحانه وتعالى وتدرك أن الخير فيه ولو لم تره ومن كان خلاف ذلك والعياب بالله فله نقيد ذلك therefore the prophet عليه الصلاة والسلام has told you the bear is going to affect the person in his body, physical body health, finances, household and then the prophet عليه الصلاة والسلام whoever accepts and submits satisfies pleased with the qayr of Allah سبحانه وتعالى then Allah will please him and those who are not those who are skeptical doubtful dissatisfied then Allah is going to be dissatisfied with them and it was the promise of the prophet عليه الصلاة والسلام whoever accepts take with conviction Allah is the Lord and the Lord the Rabbin the Lord who operates things creates things allows things to happen whoever has that conviction and submits to Allah سبحانه وتعالى with the Islam and his deen with Muhammad as his messenger صلى الله عليه وسلم then Allah will certainly admit him to paradise and otherwise is going to be the opposite إن الله وملائكاته يسلون على النبي يَا أَيَّا الَّذِينَ أَيَّا الَّذِينَ يَا اَمَنُوا Nike اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميل مجيد اللهم اغفر للمؤمين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموال اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فنجنا منها غير مفتونين لا تبع إلا هم لنا ولا لأحد من عبادك الموحدين ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرشته ولا حاجة إلا قضيتها ويسّرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وانصر المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها وصل يا ربي وسلم على حبيبك وحبيبنا شهيدنا محمد سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقف الصلاة سبحانه رب العزة عما يصفون اشتركوا في القناة